بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى احنا اخدين على عاتقنا محدش يدخل الجواز او محدش يبتدي يجد الجوازه الا واحنا في ظهره واحنا في ظهره بنساعده علشان يكون واقف على ارض صلبة في مسألة الجواز هو بيقول لها هو انا اتكلمت ويقول له انا ما قلتش حاجة ويقول لها ما قلتش حاجة ده انتي قلت كل حاجة ده احنا و احنا خلاص بقى كل اللي بيننا كده هيقلت له انا ما تلفزت بشي لفز انت مش شايف وشك هو في ايه في حاجة حصلة وما ينفعش و احنا بنتكلم مع اخواننا المقبلين على الزواج وكمان اللي عيجددوا زواجهم ويدخلوا عشان يبقوا من اصحاب السعادة اللي اليوم ده يوم ويوم السبت ما ينفعش المشهد ده يعد علينا بالسهل كده المهارة اللي هنتكلم عنها النهاردة وانتوا عارفين ان احنا اخدنا على عتقنا من مدة ان احنا نمهر المتزوجين يعني ان نساعدهم على انهم ما يبقوا اصحاب مهارة بنكلمهم عن المهارة وشاطركم ما ان انتوا تتدربوا على المهارة دي وكأننا فاتحين مدرسة فاتحين مدرسة يعني ايه بنعلم الناس بنضرب الناس انسان ما بتولدش عارف يتجاوز لكن هو محتاج ان هو يتمهر محتاج ان هو يتضرب عشان يقدر يكون زوج كف ومحتاج ان هي تتضرب عشان تبقى زوجة فعالة مهارة النهاردة بقى كتير من اننا ما يعرفش اننا بنستخدم عناصرها بشكل يومي حتى في كل نفس واحنا مش مدركين ان احنا من نتعامل معاها علشان كده لازم نتعامل معاها بشكل صحيح لان احنا يمكن دي اكتر مهارة بنستخدمها من غير ما ندر ولو اتدربنا عليها وطورناها وحولناها كمهارة زوجية هنوصل للسعادة الزوجية من اقرب طريق وعشان كده نتكلم عليها النهاردة عشان هي باب من ابواب السعادة الزوجية الكبيرة ايه المهارة دي؟ المهارة اللي انا عاملها دلوقتي اننا ابتسمت انا ماتكلمتش بس انتوا حسيتوا اننا ممكن اكون مبسوط اننا هتكلم عن المهارة دي اللي هي مهارة ايه؟ مهارة الاتصال الزواجي غير اللفظ أو من غير الكلام عملية التواصل من خلال إرسال واستقبال رسائل بدون كلمات هي أكتر مهارة بنستخدمها في حياتنا وخاصة في الجواز أكتر الحاجات اللي بتزعل الزوجين من بعض وأكتر الحاجات اللي بتفرح الزوجين من بعض مش الكلام الكلام حاجات وليلة لكن حاجات كتيرة جدا جدا بتتراكم من خلال النظرات ومن خلال لفتات من خلال عدم اهتمام من خلال إنه هو خرج وما سلمش عليها ونازل الشغل من خلال إنه هو داخل وقلب وشه وبنعرف التواصل غير اللفظ بإنه رسائل التواصل اللي بنتلقاها من خلال حواسنا الخامسة الشم واللمس والذوق كل ده وبتشمل كل الرسائل التواصلية حتى بتتداخل ساعات مع اللغة اللفظية زي إيه؟ التون بتاع الصوت التون بتاع الصوت أو إن أنا قلت الكلام إزاي شوف أنا قلت الكلام كده ولا قلت الكلام كده كل ده بيأثر وبتظهر الرسائل التواصل دي غير اللفظي واحد يقول لي ده حلي طوله وإن إحنا ليه نهتم بمهارة كده؟ لأنها مؤثرة في الحياة مش هايز تهتم بيها يبقى أنت مش هتبقى زوج في حال مش هتبقى زوج بيسعد وكمان بيتلقى السعادة وعشان كده السلوك العين وتعبيرات الوجه والإيماءات وحركات الجسد وهيئات الجسد وأوضاعه والشم واللمس إزاي؟ حط الريحة هو أنت رايح فين؟ أو حط الريحة يا ده بيحبني حطر الريحة اللي أنا بحبها ده حط الريحة اللي أنا ولا ريحة البصل ولا ريحة التوم كل الكلام دوت عبارة عن رسائل واللمس ده لمسني إيه حاسب أي أي إيه أنا ولا حاجة أنا معانش أي حاجة اللمس الذوق الأكل شكرا شكرا أن أنت مهتمية بيها أصلي الملح النهار ده مظبوط والمسافات في الكلام والمظهر والصوت والوقت كل ده وسائل التواصل وهمية التواصل غير اللفظي إنه بيعطينا معلومات قيمة عن الموقف بما في ذلك الشخص نفسه اللي بنتعامل معاه هيحس بإيه وإزاي بيستقبل المعلومات وإزاي بيستقبل الرسالة اللي ببعتها له وإزاي هيتعامل معاه ولو هنتكلم عن طرق التواصل غير اللفظي فمسلا نظرة العين ممكن تنقل للآخر شعور التعاطف أو الحب أو الغضب لما يقطب وجه يقطب جبينه كده وهو بيتكلم ولما يحدق بعنيه أو كده يقوله أنت خوفتني